مرحبا بنات كيفكم اليوم رح احكي لكم عن وصفي كتير حلوة للبنات اللي بيعانوا من حب الشباب او من اثار الحبوب اللي بالبشر هالماسك رح نستخدمه مرتين بالاسبوع وبصير الكمية اللي بتزيد انه نحتفظ فيها بالتلاجة يلا نبدأ اول شي رح نحتاج لقشر رمان مطحون بصير انه ناخد القشر ونجففه بمكان فيه هوا لمدة 3 ايام او 5 ايام بعدين نطحنه بالخلاط تاني شي رح نحتاج لمعلقة صغيرة من الزبع دي او اليوغرط ورح نحتاج لمعلقة صغيرة من العسل ورح نحتاج لمعلقة صغيرة من عصير الليمون ومعلقة صغيرة من عصير الطماطم ومعلقة صغيرة من حليب البودر ومعلقة صغيرة من الرز المطحون وبنخلط كل المكونات مع بعض ونحطه على بشرتنا لمدة 20 دقيقة طبعا البنات اللي بيتحسسوا من العسل او الليمون او الطماطم بيقدروا يستغنوا عنه او انه قبل يجربوا على جزء بسيط من وجههم وبعدين انه يحطوا على كامل الوجه وبعد هيك بنخسر البشرة بمي فاترة وبنحط كريم مرتب وهيك بنكون خلصنا بتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شي جديد وبشوفكم بالفيديو الجاي سلام